اشتركوا في القناة ان شاء الله المرتبط هيكسب طب ليه الثقة دي كابتن بتقول كده لانه الحقيقة هي بالورق والألم والإمكانيات لا المرتبط بتاعنا مع كل الاحترام طبعا فريق المرتبط بتاع الاتحاس كندري فرقة كويسة جدا 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 بس احنا منكلم فنية مع كل الاحترام يعني فانت لو رحت حتى لمباراة الكبار فانت محتاج تفوز كده كده محتاج تفوز فمباراة بكرة مباراة مهمة جدا مباراة مطالب فيها اللعيبة بالتركيز طيب اللعيبة مطالبة بالتركيز من أول ثانية لدي الاتحاد السنة دي شكله مختلف دفاعيا شكله مختلف النهاردة فرقة الأهل مطالبة بالتركيز كل كورة دهب ما ينفعش الكورة تبقى يعني لازم الكورة تبقى عزيزة لازم نقلل شوية من الميس باس أو الكورة تاتا بونت مباراة شهتين تسعة وتلاتين تاتا بونت رقم كبير جدا لازم نغير استراتيجياتنا لازم نفكر في اللعب إنسايد أكتر طيب هنروح بقى للنقطة المهمة الحكام احنا تكلمنا مبارح الحكام مبارح للأسف ما كانوش موفقين بالمرة ما كانوش موفقين بالمرة وشوفنا قرارات غريبة جدا جدا أول ما المباراة بيقى فيها ضغط بتلاقي سيل من الصفارات وللأسف السيل ده بيبقى 80% منه على نادي الأهل ما تفهمش ليه طيب حاجة تانية مبارح لازم الحكام تشوف حل في ديفنس يوسف شوشا كابتن يوسف شوشا لاعب الفريق ولاعب منتخب مصر اللي يعني كل اللي الناس شايفة دفاعه على إيهاب أمين هما الاتنين زمان منتخب ولكن بيبقى فيه شعرة كده منافسة ولكن ما ينفعش التعمد أو المبلغة في الأجرسف فانبكرة الحكام مطالبة وانا بقول الكلام ده مطالبة تاخد حل في السيميوليشن وتشوف حل في دفاع يوسف شوشا على إيهاب أمين وبشكل عام دفاع الفريق اللي فيه بيكون أوقات كتيرة تجاوز يعني فني فلازم الحكام بكرة تبقى موفاء لأن مطش كل ما هيزيد فنياته كل ده مطالب منهم ان هما يكونوا أكتر كفاءة أنا ما بقولش تاني ان الحكام هما السبب 100% من الخسارة آه فرقيتنا ما كانتش موفاء في حاجات كتير ولكن الحكام كان ليهم دور كبير في الأداء اللي احنا شفناه بقى لازم يكون فيه ما هو ده اللي بيخلي في الآخر الأهلي يطلب حكام أجانب ما هو يا جماعة النهاردة لو أنا متطمن كده في السوبر النادي الأهلي مطشطه اللي كانت مع الاتحاد والبطولات الاخسيرة كانت حكام مصريين أنا ما بقولش حاجة مش قصد ان الحكام متعمدين ده أنا قصد ان الحكام لما بتحطه تحت ضحط الحكام المصريين بيبقى عندنا مشكلة فطبعا احنا محتاجين الحكام محتاجين الحكام تركز أكتر محتاجين الحكام تركز أكتر ويكون فيه استعداد للجيم مش عيب ان انت تشوف المطش اللي حصل وتشوف الدرب بتشوف الزق بتشوف اللي بيعمله أي نادي حتى النادي الأهلي عشان نقلل الأخطاء اللي احنا حصلت معانا في التحكيم المطش اللي فات طيب الحاجة التانية بكرة عندنا حاجة مهمة تحصل مستر أجوستي بوش هيبقى وقف على الخط مية المية مستر أجوستي بوش وهو في المدرجات موضوع وانه هو في الملعب وده لا يقل لأبدا من الكابتن أحمد الجرحي كابتن أحمد الجرحي قادل فلقة باقتدار المطش الزمالك النص الأولاني ومطش التاني ومطش الاتحاد في توفيق أو عدم توفيق يعني فيه أوقات كتيرة جدا نادي الاتحاد جمعا يعني خسرنا جمعا وبشكل كبير وخسرنا في مطش السوبر وكان مستر أجوستي واقف وده طبيعي جدا مفيش مشكلة محمد الجرحي أدل عليه ولكن الاستقرار الفني بكرة إن شاء الله هيكون موجود معانا مستر أجوستي بوش فدي برضو حاجة هتفيدنا جدا طيب هيستمر غياب اتنين هيستمر غياب سيف سمير وعزب طبعا الاتنين فرقين معانا الاتنين فرقين معانا طب هل فيه البق يعني الفرقة متضررة بغيابهم أكيد بس عندنا البنش اللي يتحمل الغيابات دي سيف سمير سنتر مهم جدا مبارح لو ما كانش كيجو موفق بالشكل ده كان ممكن سيف سمير ينزل موفق كان بيديلك حلول المحتر بتاعنا يعني ما كانش مبارح قدي كده ولكن عيسى ولكن في المطش اللي قبله كان كويس فبكرة نتمنى ان احنا نشوفه بشكل جيد نتمنى نشوفه بأداء أحسن من كده طيب ايه اللي مطالب من اللعبين المطالب من اللعبين الهدوء الهدوء والاستابلتي يعني هما لعب أكبار مش محتاجين مننا نقول كده لا يعني هما عارفين الكلام ده كله محتاجين هدوء محتاجين تركيز مع الملعب أكتر حتى لو شفت ايه من الحكم مفروض ما نروحش في سكة الاعتراض مع الحكم ما نروحش في السكة دي لأن الموضوع ده مش يعني حتى لو الحكام ليهم أخطأهم تركيزي في الملعب أفكر في اللعبة اللي بعدية أفكر في اللعبة اللي بعدية الاعتراض مش هيكون أكيد مش هيديلك حقك اللي انت متخيلك سفرة طلعت بس تركيز في الملعب أكتر طيب ربنا معاهم بكرة وإن شاء الله هنغطي وهنحتفل معاهم بكرة بإذن الله والمطش هتزاع بكرة على شاشة قناة النادي الأهلي للسوديو التحرير يكون الساعة سبعة ونص المباراة إن شاء الله هتكون الساعة تمانية ومباراة المرتبط قابليها بإذن الله